سيد رئيس جمهورية السودان فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير بالزيارة الرسمية إلى جمهورية جنوب السودان اليوم الجمعة 12 أبريل 2013 على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة كريمة من فخامة الفريق أول سلفاكير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان ترأس الرئيسان جلسة المباحثات الرسمية حيث تم بحث كافة الجوانب المهمة المتعلقة بتنفيذ المصفوفة التي تم التوقيع عليها مؤخرا لاتفاقات التعاون بين الجانبين في أجواء ودية مما أدى للخروج بنتائج إيجابية أكد الجانبان خلال المباحثات التزامه مجاد والمخلص بتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك التي وقعت في أديس أبابا في 27 سبتمبر 2012 بذات الروح البناءة التي تسود بينهما عبر الرئيسان عن رضائهم التام على التقدم في إنفاذ كافة بنود مصفوفة إنفاذ الاتفاقيات وأشادها بصفة خاصة بالتقدم السلس في تنفيذ اتفاقيات الترتيبات الأمنية والنفط والتعاون بين البنكين المركزيين في البلدين ووجها جميع الآليات واللجان المشتركة بينهما للإسراع في تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات بحث الرئيسان أيضا كيفية إحراس تقدم في بقية القضايا العالقة وقررا مواصلة الجهود المشتركة لحل مشكلة أبيي وفقا لمصفوفة إنفاذ الاتفاقيات الموقع بين البلدين كما أكد الرئيسان عن رضائهم التام عن آلية لقاءات القمة بينهما واتفقا على إنشاء لجنة وزارية عليا مشتركة يرأسها نائبي الرئيس بالبلدين وتضم عددا محدودا من الوزراء لتسريع اتخاذ القرارات لتطوير العلاقات بين البلدين من جانبه تقدم فخامة الرئيس عمر البشير بالشكر والتقدير لحكومة وشعب جنوب السودان لحرارة الاستقبال الذي لقيه ووفده المرافر وبالمث قدمت دعوة لفخامة الرئيس سلفاكير لزيارة الخرطوم قريبا لتسريع جهودا مشتركة لتقوية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ولدفع جهود التعاون البناء بينهما جوبا 12 أبريل 2013